القرآن كله بركة القرآن كله خير القرآن ليس كله شفاء إنما في آيات شفاء لأنه في آيات بيوع وفي آيات عن الطلاق وعن التحريم وعن الرزق وعن الحمل والولادة وعن ذكر وأنثى وعن آيات النهي والزجر والترغيب والترهيب فلذلك مهيب كل آية فيها شفاء إنما كل آية فيها بركة هذه ما يختلف عليها اثنين أنزلناه قرآن مباركة قرآن مباركة إذن القرآن كله بركة وكله يؤخذ من سورة الفاتحة حتى مروراً بألف لام ميم في البقرة حتى أقولها عذر رب الناس في آخر كتاب الله كل القرآن بركة ما حد يختلف فيها أبداً إنما كشفاء وكرقية شرعية فأنا أقول من هذا المكان أمامكم إنه ما في راقي على وجه الأرض لا من السابقين ولا من اللاحقين يجون بعدنا أنه يجي يجلس طفل عنده عمره ست سنوات ويرقي عليه بالقرآن كامل يقعد يقرأ عليه ثمان إلى تسع ساعات تدبراً عشان يصير بخير هذا الوذل لأنه يقول أنا لازم أخذ القرآن كامل فاللي يقول لي ليش أنت تخصص آيات فأنا ماذا راح أخصص آيات يلا أعطوني شيء يقول أنه القرآن كله لازم يقرأ على المريض أو خلاص أنا بتوقف عن الرقية وبتوقف عن البث تماماً واللي قال لي يا فهد القرني أنت غلطان أنت تقول في آيات تخصص للرقية الشرعية للرقية الشرعية مو للبركة كل القرآن بركة هنتكلم عن الرقية الشرعية اللي يقول أن القرآن كله رقية شرعية أبداً أنا بوقف وهو يطلع يفتح بث أو بدون بث ويطلع في برنامج أو ينزل سناب أو ينزل مقطع في أي مكان يتداولون لها الناس يقول أنا فلان فلاني أرقي بالقرآن كامل ما أستثني منه ولا آية ثم روحوا كلكم عنده وخلوه يرقي عليكم بكتاب الله كامل من أول إلى آخر هذا مستحيل طبعاً مستحيل 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 أقول هذا الكلام من هذا المكان قدامي 11800 أنتوا الشهود علي إلي أن ألقى الله سبحانه وتعالى وأنا بالنسبة لي قلت لكم آلاف المرات اللي قاعد يقول مثلاً أن الرقاء يأخذون فلوس أنا ما لي علاقة فيهم كيف من اليوم ورايح اللي مضى من حياتي بكيفه أتكلم عنه من اليوم وبكرة ورايح اللي بيجي يرقي عندي أخذ منه فلوس أنا حتى عشر ريال ريالين خمسة ريال عشرين مية ألف خمسمية ثلاثة ألف ثلاثة ألف أربعين ألف يطلع قدام أمة محمد ويطلع معي في القسط هنا ويقول أنت يا فهد القرني كذبت علينا وأخذت مني أنا مبلغ فلوس كده أتكلم من اعتباراً من اليوم أترك الماضي الماضي راح أحد حط مية أحد حط الف أحد حط خمسمية سافرت الشخص في الحدود الشمالية سافرت الشخص في أي مكان هذه تختلف لما ننتقل مثلاً من هنا للحدود الشمالية جلس عنده أحد أربع أيام وخمس أيام أقل تقدير حق سكنك وأقل شربك وبعدك عن عيالك لكن نتكلم عن اللي يرقي عنده في مكان رقيته ثم يطلب عليهم عشر ألاف وخمسة عشر ألف وعشرين ألف في الجلسة الوحدة وكأنه بينزلهم العافية لا هذا شيء لا يجوز ولا ينبغي ولا يطاق أصلاً في الناس ما يستطيعون طيب هذا بالنسبة للمبالغ المالية أحد يجيني يقول أنه القرآن كله رقية شرعية خلاص الله يوفقك ويكتب أجرك وخلاص أنت ما يحتاج أنت صادق أنا ما قدر أقول لك والله أنك ما تصدق وأنا عمري ما قلت لأحد أنت تكذب أبداً هو صادق لكن أقول أمام المنى يجيب مريض ويحطه قدامه ويقرأ عليه القرآن كامل ما يستطيع الراقي ما يستطيع واللي بيرقي عنده ما يستطيع يجلس ثمان ساعات جالس قدامه حتى يخلص عليه القرآن كامل ما فيه هذا الشيء مستحيل يجوني واحد يقول ليش تخصص أنا ما خصص أقول الكلام هذا ألف مرة أنا ما أخصص شيء من القرآن أنه معناته أن القرآن كله ما فيه شيء القرآن كله خير وبركة وأجر وكل حرف كل حرف بحسنة وبعشرة أضعافة ثم يضعف الله لمن يشاء أتكلم عن الرقية الشرعية أجيب المريض أقرأ على صوت الفاتحة ثم أقرأ على آية الكرسي ثم أقرأ عليه كل عضرب بالفرق كل عضرب بالناس كل ياروكافرون قلوا الله أحد بعد ما خلص بدأ يستجيب معي وحسنت أنه يحتاج ذروق الشرعية قرأت عليها آية الكرسي مرة ثانية خواتيم سورة البقرة خمس الأوائل من سورة العمران أكرر عليها آية الكرسي أقرأ عليه صوت الزلزلة أقرأ عليه آية السحر فإذا استجاب لآية السحر أقرأ في كتاب الله بآيات الحسد اللي هي ودى كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم معنات أنه في حسد ويتمنى زوال نعمتك حتى زوال دينك وإيمانك حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قديم هناك في آية في سورة القلم وَإِيَّ كَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيْزِلِقُونَكَ بَأَبْصَارِهِمْ لما سمعوا الذكر زلق البصر إصابة العين نعم في عادة نبي صلى الله عليه وسلم أصيب أكثر من صحابي بالعين وصيب الحلال والأبقار والأغنام والإبل أصيبت بالعيون والحسد إلى يومنا هذا نبي صلى الله عليه وسلم قال سوف يأتي زمانهم من بعدي يكثر فيهم السحر وتكثر فيهم العين يكثر فيهم السحر والعين نحن في هذا الزمان الآن أغلب الناس عندهم سحر أغلب الناس عندهم عين مهم كلهم لكن فيه موجود طيب الآن وين المشكلة طيب كذلك يقولون لا يتعلق المريض ضراقي عمركم شفتوني قلت لكم لا ترقون تعالوا عندي اكتبوا لي أحد منكم يقول أنك أنت قلت أن لا تعال عندي أي واحد اكتب كذاب لا تقول أنك اسقعوها صاقع بوجه قلوا فهد القرن يتكذاب قلت تعالوا عندي لا ترقون انفسكم اكتبوا هنا خلوا العالم تشوفها ونزلوا مقاطع قلوا فهد القرن كذاب أنت دائما تقول تعالوا عندي لا ترقون انفسكم بالعكس أنا أقول ارقوا انفسكم ارقوا انفسكم يا جماعة الخير ارقوا انفسكم ما فيه لا حد يتعلق في حد وقلت لكم آلاف المرات أنه أنا ترى زي زيكم لا أقدم شكرا لكم لا أقدم ولا آخر إنما أوصل لكم معلومة ارقوا انفسكم فالله العظيم أنتوا أفضل رقات على وجه الأرض أنتوا طيب والحمد لله نورة تقول علمتنا الرقية الحمد لله رب العالمين وكثير قالوا هذا الكلام هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنتوا تشوفون محشومين على راس وعلى عين في راس انتوا شفتوه من أوروبا من جميع دول العالم يتوصلون يقولون نحن ما عندنا رقا واستفدنا وبدأينا نرقي انتوا شفتوا اللي قمشية تقول كان عندنا كذا كذا ورقيت الرقية التعطيل وصرت بخير الحمد لله رب العالمين واللي تقول تزوجت واللي توفقت واللي كذا هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أشكركم فحنا ذالحين حنا أنا كلامي واضح وصريح ارقوا أنفسكم لا تروحوا للرقا إلا في أضيق الحدود فهذا بتروحوا للراقي لا تروحوا للراقي اسمه غير معروف يكتب في البرامج أو يكتب في البثوث أو يكتب في أي مكان أبو فلان أو بلقب غير معروف تبحثون عن اسمه غير معروف من أنت من أنت أيها الفتاة من أنت وأين تقطن لازم أعرفك وأعرف اسمك وأعرف قبيلتك وأعرف وين تسكن أنا آلاف المرات قلت لكم يا جمعة الخير أنا لا أقول لكم أنا أبو المثنى ولا أبو الهريرة قلت لكم أنا اسمي فهد بن عايض بن منصور المنصور المشيبي القرني من محافظة بالقرن سبت العلاية قرية الروحان هيا الله شير يا معلم ما في شيء عندي يتخبى اسمي كامل من أول هي الآخر جد أجيبها لكم ما عندي مشكلة اللي بيجي عندي أرقي عليه وأنا أستطيع أرقي عليه أبا أرقيه واللي ما أستطيع أو مجهودي لا يكفي أو عندي ظروف أو ظروف الصحية أو ظروف العائلية أو أي أمر آخر أعتذر منه بكل أدب وقول له أرق نفسك يا حبيبي أرق نفسك أنا أتدروش أسوي لأغلب الناس اللي يجيني أجيب زيتزيتون أقرأ عليه وأعطيه إياه وقول له طبق كذا طبق كذا ولا أطرب منهم شيء والله وهم يعرفون هذا الشيء أنا ما أقولها تفاخرا قدامكم يجوون الناس أنا روح أجيب الزيت وأجيب أحيانا العسل أجيب الماء أعطيهم إياه والله ما أضع منهم فلوس ولا أخذ منهم شيء ليش؟ لأنه هذا نعتبره للوجه الله سبحانه وتعالى فاللي قاعد يقول لكم تأخذوا فلوس أنا ما أخذ فلوس ولا راح أخذ فلوس أبدا الآن اللي بيجيني أقولها لكم اللي بيجيني ولا روح لنا في بيته ويطلع فلوس والله لصوره بالجوان وحطه في ذا وقلت له يبغير الشيني أنا ما أطغم منه شيء وحتى الدعاء أصلا ما يجوز تقول له أحد أدع لي ما يجوز أجي عند أحد أقول له لا أنا بركع لك وأبغى منك الدعاء لا لا أريد منكم رزقا ولا أريد منكم شكورة تعطيهم ترقي وتروح وهم إذا بيدعون لك بيدعون لك أصلا أنا إذا أنا إذا جيت رقيت في بيت شخص وطلعت من عنده وركبت سيارتي ومشيت هو بيدعي لي بيقول الله يوفقك يسأل أمرك ما يحتاج أني أطلب منه الدعاء هو راح يدعي لي أصلا سواء أنا سمعت أو ما سمعت فأنا أنا ما أطلب فلوس ما أطلب أحد يجيني قفلت بيت الركع عشان تكون عارفين فلو أنا أبغى شيء متجر أباخد تصريح والحمد لله حكومتنا تعرفني ويعرفون أنا وين أسكن وعندهم استعداد أنهم يسألوني ويتساءلون معي وعندهم استعداد أنهم يجيبوني في أي مركز ويسألوني عن الرقية يسألوني وش ترقي فيه وأنا على استعداد أني أقابل أي شخص ما عندي أي مشكلة وأفتح بيت رقية استراحة أي شيء وأحط قسمين وأحط كل شيء وأحط واحد عند الباب وكل لسته بخمسين ريال وادخل يدخان هذه أنا ما سويتها وأنا راح أسويها أصلا أنا إذا برقي أبروح البيوت أرقي عليهم وأقولها لكم أسأل الله العظيم رب السماوات الأرض أن يغنيني ويغنيكم اللي بيدفع ريال واحد أقسم بالله الذي لا إله إلاهم إني ما أقرأ عليه حرف واحد اللي بروحنا في بيته ويدفع مبلغ أقسم بالله ما أخذ منه هالة لوحدة وإني ما أرقي عليه لمسك الباب بطن هذا اللي أنا استطيع أسويه الشيء الثاني برضو أضيفوا هذا الكلام اللي عليه تسعة وتسعين مليون مرة قلت أرقوا أنفسكم فأنتم أفضل رقاه لأنفسكم كثير مرات هذه النقطة المهمة الآن جئنا عند النقطة المهمة أنا أكثر من آلاف مرة قلت لكم لا تفرطوا في ثلاث البحث عن العلاج بالطب الإكلينيكي يعني ما همشت دور شكراً له دا أنا ما همشت دور الطب ما في يوم من اليوم قلت لكم لا لا تروحوا للطب أبداً ما راح تحتاجونه خلوكم على الرقاء القرآن فقط ترى أبداً لا 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 فيه شيء الله سبحانه وتعالى ما أنزل دا إلا له دواء فيه أحيانا لو أحد عندك كحة عندك مثلاً التهاب رئوي وش يحتاج مني أروح إلى مستشفى يشخص إلى التهاب رئوي ويعطيني علاج للتهاب رئوي ومشي أسير بخير وارجع أصلي في بيتي واستغفر الله وتحصر ومشي أعيش حياتي طبيعي أنا نفسي أنا مبراقي أنا لحين أول ما أقول كحي كحي هروح أكوهي كحي في البستشفى وأخذ من عندهم علاج وارجع أخذني منعقتين عسل واشربهم ومره بستشفى واروح الصيدري أخذ من عندهم علاج كوليسترول أخذ من عندهم أملاح أخذ من عندهم مكملات غذائية أخذ من عندهم كل شيء وأما أقول أقعد في البيت كحي كحي وأقعد أقول العيالي يقرأ علي يقول عده رب الفلق ما حايف ينفعل قد تشفيني صحيح لكن طيب فيه علة موجودة أصلا محسوسة ملموسة موجودة هروح للمسجفة أخذ علاج ومشي وش المشكلة عيب؟ مو بعيب طيب وقلت لكم أنه فيه أحيانا خوف وهلع وحديث نفسه وخطاب نفسه ومشاكل أسرية كذا تسبب للإنسان تسبب له مشاكل صحية فكأنه هو مسحور ومسحور مو بكر جنيه سحر أنا ما قلت أنا ما قلت لكم كل يوم ترنت مسحور معيون محسود يقول لي والله أنا كحية البارح قلت فيك سحر فيك كذا طيب المقصود من كلامي أنه فيه مرض روحي ومرض نفسي ومرض عضوي ومرض وهم فيه ناس يتوهمون أنه عنده ألم مثلا بالباطنية وخلاص يتوهم يقول والله سرطان وذا ويبدأ يقول يا ماما يا تيت يا بابا كهكا كهكا فيه سرطانا ما فيك سرطان وجيه والله لا سرطان ولا مرطان ما فيك إلا العافية خلاص لأنه سمع أن يقول أول ما يجيك ألم بالباطنية ما نتو سرطان جاك ويبدأ يصيح ما في شيء ما في شيء نتوكل على سبحانه وتعالى ونبدأ نركيا نفسنا ونروح نراجع لمستشفيات ونراجع للطب النفسي مبعب ولا بحرام أبدا قاد يكون عندك اضطراب هلع خوف مشاكل أسرية سببت لك تعرضت لموقف لا سبحانه الله فحنا نقول الإنسان حين يتعرض مبعب أني أركب سيارتي وروح للطبيب نفسي أرجل سمعت الخمس دقائق مستكلة بالخير مستكلة بالنور أنا والله يطير العور أنا مريث بكذا كذا 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 ظروف والآن أنا صار عندي خوف وعندي هلع وصار عندي تعرق باليد وصار عندي ارتباك من الناس وعندي كذا يقول ليه بالحلال يتكلم معي يتكلم معي بعدين يعطيك مثلا حبوب بسيطة لمدة سبوع سبوعين شهر بعدين يبدأ يسحبه عنك شوي 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 حتى تصير بخير والرقية الشرعية شوفوا اسمه بينقوسين الرقية الشرعية من الكتاب والسنة لا تتعارض مع أي تداوي طبي أخر يعني ارقوا أنفسكم بأي حال بالأحوال أهلا يا أم عادل في لذلك أنا لما أحس بألم أخذ الموية حقتي أقرأ عليها صلوة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم وأنفسه أشرب وبعدين ذلك أموتني وروح مستشفى جمعت بين أمري إن كان عضوي هذا المستشفى يعالجه وإن كان القرآن يعالجه لكن ما يمنع إنه أنا روح أحطرقبها بالعيادة ليش لا طيب واحد عنده حصوة بالكلة عنده حصوة بالمراضة عنده فتاك 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 طالع بطنك كأنها كورة أطفال صغيرة من الجنب متورب وش هسوي فيه إذا قابني قال أبو رحمة المستشفى قلت لا اتق الله ارجع اقرأ على نفسك القرآن يقول يا بالحلال هذا فتاك هذا مفروغ من هذا الكلام أبدا لكن الوضع الحقيقي والملموس والمحسوس والمعروف والمتعارف أنه تترك يترك الله كل شيء لشيء يترك الله على هذا المكان لعملية انتجر بإمكان الله يعيد ده الفتاك مكانه ويقفله ويرجعك من عمر خمسين إلى عمر ستعاش يرجعك بطن أمك وتولد مرة ثانية هذه بقدرة الله ما حد يقدر يتكلم بها حد قدرة إلهية ما حد يقدر يخوض فيها لكن تكلم عن الشيء اللي بالعقل واحد عنده فتاك يجي يقول أرك علي واحد مسوي عملية ومستأصل واحدة من الرئة عنده رئة موجودة ورئة رائحة يقول يقرأ عليك وقلت له ليش قال والله عندي رئة راحت يعني أقرأ عليك عشان ترجع الرئة اللي راحت هذا مستحيل إلا أن يشاء الله بعيد عن ما شئت الله ما شئت الله على كل شيء تكلم عن الواقع لازم حين نطل كل الأبواب القرآن ركلين يكي طب نفسي إذا احتجت ووسط المعمعة هذه كلها خلونا نحافظ على جزئين غير عباداتنا وصلاة كلمة التوحيد لا إله إلا الله والاستغفار دائما لا يفارق السنتكم وبشروا بالخير وبشروا بالفلوس وبشروا بالفلوس وبشروا بالدراهم بس أنتوا استغفروا يجيكم أموال ويجيكم أزواج وزوجات يجيكم كل شيء